مع أخبار فيروس كورونا وفيما يخص مواجهة هذا الفيروس ثمت تحديثات فيما يخص اللقاح وبعض الأدوية في مواجهة هذا الفيروس اللقاح هو أمل السيطرة على العدوى والدواء وهو أمل السيطرة على الأعراض وفي جديد الأدوية وجد فريق بحثي بريطاني أمريكي مشترك عقارا ذا فعالية مهمة في علاج المصابين بالفيروس وهو عقار بليتيتسبين المستخدم لعلاج سرطان نخاع العظم المركب الكيميائي للدواء مستخرج من الكائنات البحرية المعروفة باسم الكيسيات أو الزقيات الدراسات الأولى قام بها فريق أمريكي هذا الفريق وصل إلى معلومات بيولوجية وجاءت النتائج بفعالية هذا العقار أكثر من ريميتسفير بمئة مرة في الحد من تكاثر الفيروس في الرئتين وتقليل التهاب الرئة أما الفريق البريطاني فقام بتجربته على السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا وجد العلماء أنه حقق نتائج أقوى بعشر مرات من ريميتسفير وأوضح دراستهم أيضا أن أهم ما يميز عقار المكتشف في الولايات المتحدة أنه يستهدف بروتينا مضيفا أي بشريا وليس بروتينا فيروسيا ما يعني عدم تغيير فعاليته مع تحورات الفيروس ترجمة نانسي قنقر